اشتركوا في القناة المركبات الكيميائية تقع تحت قسمين عضوية وقير عضوية ورح نتكلم عن كل قسم والفارق بينهم مقارنة بين المركبات العضوية والمركبات القير العضوية رح نبتدأ في المركبات العضوية رح نذكر أشياء بسيطة يعني طبعا المركبات العضوية تتكون من جزائيات وهذه الجزائيات تتكون من الكربون والهيدروجين هذا أول شيء ثانيا المركبات العضوية الذرات فيها ترتبط مع بعضها بعضا ترتبط يعني ارتباط قوي جدا بروابط مساهمة مثل ما شرحنا قبل الروابط المساهمة والروابط القطبية والروابط الأخرى الثانية أيضا المركبات العضوية قريبا ما تتكون من جزائيات كبيرة تحتوي على ذرات كثيرة مثل ما تكلمنا أيضا سابقا المركبات القطبية قريبا ما تتكون من آيونات ذات شحنات سالبة وآيونات ذات شحنات موجبة وقريبا ما تتكون المركبات القطبية العضوية من ذرات ترتبط ببعضها بروابط آيونية الذرات العضوية بروابط مساهمة والذرات غير العضوية بروابط آيونية يعني بشكل شحنات قريبا ما تحتوي على عدد قليل من الذرات في المركبات الغير عضوية هذا في أكثر الفرقات الموجودة بين القسمين المركبات العضوية والغير العضوية إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي